وجه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وأشار معالي في كلمته إلى أن مملكة البحرين تشارك المجتمع الدولي لاحتفاب اليوم العالمي لمكافحة الفساد بما يعكس الإصرار والعزيمة القوية على مكافحة هذه الجريمة مضيفا أن مملكة البحرين سباقة دائما في مبادراتها وبرامجها وجهودها لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال فقد أرسل عهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم قواعد حاكمة للمضي قدما في جهود مكافحة الفساد وتعزيز الوعي والممارسات الأكثر نزاهة وشفافية في إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد وأعبر معالي وزير الداخلية عن التقدير لحرص واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الحفاظ على المال العام ودعم الأداء الرقابي مشيرا إلى أن البحرين تسعى بشكل حثيث إلى تعزيز حضورها ومشاركاتها الإقليمية والدولية الفاعلة على مختلف المستويات في إطار التعاون الدولي لمكافحة الفساد وأوضح معالي أن الحملة الوطنية لمكافحة الفساد تأتي تأكيدا على التعاون والتكامل بين أطياف المجتمع لتقديم مبادرات توعوية وتثقيفية طموحة تمثل كل القطاعات والمؤسسات والأفراد وأشاد معالي بما تقوم به الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والتي باشرت هذا العام 98 قضية في مجال مكافحة الفساد مثمنا الدور التوعوي في تعزيز النزهة والشفافية والجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية للحفاظ على المال العام وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية